اشتركوا في القناة وغايتها الأساسية وأكد معالي موصلة المملكة تحقيق آياتها وتطلعاتها المنشودة ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى قيام معالي بتسليم البيانات والمعلومات المفصلة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السابع والعشرين من مارس 2023 إلى السلطة التشريعية وذلك خلال لقاء وخلال لقاء معاليه مع معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسية الشورى والنواب وشار معاليه إلى أهم المرتكزات والمبادئ التي تم الاستناد إليها عند أعداد مشروع الميزانية العامة والتي كان من أهمها الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي ومؤصلة خلق الفرص الواعدة للمواطنين والعمل على تطوير برامج الدعم المالي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين والالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي من خلال تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصرفات مع ضبط النفقات العامة وتنوع مصادر الإيرادات إلى جانب موصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها وأبين معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن البيانات المسلمة تتضمن نص مشروع قانون اعتماد الميزانية والإطار العام الذي تم اعداد الميزانية استنادا إليه أخذا بالاعتبار برنامج التوازن المالي وبرنامج الحكومة 2023-2026 والجداول التفصيلية حول التصور الخاص بالإيرادات والمصرفات العامة خلال دورة الميزانية للسنتين الماليتين 2023-2024 وتوزيعاتها على الوزرات والجهات الحكومية وبيانات الدعم الحكومي المباشر خلال السنتين المذكورتين إضافة إلى قائمة البيانات التي تم تسليمها للسلطة التشريعية المتضمنة لبيان الوضع المالي والاقتصادي المرافق لمشروع قانون اعتماد الميزانية والذي يجتمل على عرض شامل للمؤشرات والإحصائيات التي توفر تصورا عاما للوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين في الوقت الحالي إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم ما تظهره من سياسات وأولويات في طار برنامج الحكومة وقوائم مفصلة حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة تجدد عزمها الدائم لتعزيز التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية لإنجاز مشروع الميزانية العامة للسنتين 2023-2024 بما يسهم في رفض عجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيد من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر